موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة معادلات دمكارير الجديدة لسه نتكلم عن اكس لوك اوب النهاردة هنشوف تحدي ازاي اقدر ابحث باكثر من شرط باستخدام اكس لوك اوب مش كده بس في اخر الفيديو حواريك كمان لو انت ما عندك اوفيس لوبي 65 ومش هستخدم اكس لوك اوب حواريك ازاي ممكن تعمل نفس القصة باستخدام الفيديو كاب العادية موسيقى موسيقى في المسال العملي بتاع النهاردة عندي مجموعة من بيانات المبيعات موجودة في اربعة كولومز موجودة فيها الديت وكمان اسم المنتج ولون المنتج والكمية المباعة من كل منتج وعشان اقدر احسب الريفنيو محتاج اجيب السعر السعر مش موجود في نفس الجدول موجود في جدول تاني هو عبارة عن قائمة اسعار ولكن كما ترى السعر يحدد عن طريق خاصيتين او عن طريق شرطين الشرط الاول هو اسم المنتج والشرط التاني هو لون المنتج فهتجدنا مثلا كارجوبايك اللون الابيض ب400 جنيه بس مثلا لون الاحمر ب40 جنيه اللون الاخضر ب40 جنيه وهكذا لبقية المنتجات ولكن اسعار مختلفة وبالتالي القائمة فيها حوالي 20 سطر كما ترى مطلوب مني عن طريق معادلة اكسلوكوب ان انا اذهب السعر المضبوط واضربه فيه الكمية علشان اقدر احسب المبيعات اول حاجة هعملها اقف على اي تو وادوس على اكول وابدأ اكتب اكسلوكوب او ملاقيها باللون الازرق لو عملت تاب هتكتب على طول جوه السل او جوه وطلب مني اول حاجة الوكاب فاليو طبعا احنا بنمشي على سكرين تيب اول طلب هو الوكاب فاليو الوكاب فاليو في حالة بتاعتنا دي هيكون عبارة عن حاجتين عبارة عن المنتج واللون البرودكت واللون نعملهم ازاي؟ هعمل بينهم جوين هستخدم اند بينهم هختار اول واحده موجود في بي تو وبعد كده اعمل اند كأنه بقوله كومكاتينات وبعد كده اختار الكالر وبعدكده احمل كاما عشان انقل على الطلب التاني وهو اللوكاب الري اللوكاب الري موجود في الجدور التاني يبدأ من ا�es واشفت مع کنترول وسهمل تحت هيختار الي الرينج كله من اي تول اي واحد وعشرين بعدكده ممكن برضو اعمل جوين مع الطريق الاند ياختار ال відسل السل الى جنبي牠 اللي هي ال J2 واختار Shift و Control مع بعض وادوس على سهم التحت عشان يختار لي لغاية الاخر وبعد كده قام عشان انقل على البعد كده مطلوب مني ايه مطلوب مني Return Array طبيعي Return Array هيكون العمود بتاع ال Price فهاختار K2 و Shift و Control مع بعض وسهم التحت عشان يختار لي من K2 ل K21 وبعد كده ممكن اقفل على طول وممكن ادوس Enter عشان اجرب Add Enter الداني على طول قادي 220 الأيتم اللي كان موجود هنا هو Mountain Bikes لونها احمر تعالوا نبص هنا Mountain Bikes لونها احمر السعر 220 يبقى كده مزبوط ممكن اقف هنا على طول واعمل علامة الضرب واختار Quantity موجودة في D2 ودوس Enter يبقى ده Revenue كمية واحد في 220 بـ 220 بعد كده ممكن اعمل Copy للمعادلة لغاية الاخر ولكن انا شغال على ال Dynamic Array زي ما اتفقنا وشغال على Office 365 فممكن استغل القصة دي وانا اكتب كل المعادلة في سالة واحدة مش متاج اعمل Copy اعمل كده ازاي هخوش تاني على Formula Bar عايز اختار Range بتاع B2 من اول B2 لغاية B162 فممكن اعمل عليها Double Click كده وارجع اختار تاني B2 وبعدين ادوس على Shift و Control مع بعض وادوس لغاية الاخر اختار لي لغاية B162 ممكن Control Backspace ترجعني فوق تاني بعد كده هختار بالماوس C2 وارجع اختارها تاني Shift و Control وساهم التحت وبعد كده Control Backspace عشان ارجع لفوق محتاج اعمل نفس الكلام في ال Quantity هاعلم على D واختار تاني D2 وبعد كده ادوس على Shift و Control مع بعض وساهم التحت لكن خد بالك هو انا اختار لغاية B162 فممكن ارجع Backspace واكتب بإيدي B162 انا كده جاهز ممكن ادوس Enter اعمل Spell لغاية الاخر تعالي ننزل تحت ادي المعادلة بتاعتك شغالة لغاية رو 162 محتاج اعمل Total هنقف على Sell E163 وادوس على Control و Equal ده Shortcut بتاع السم عشان اعمل Auto Sum وادوس على Enter ادي Total وادوس 119 245 يبقى عن طريق X Lookup قدرت اعمل Search بخاصيتين اعمل بحث بخاصيتين واجيب على طول Price عن طريق شرط اللون وشرط اسم المنتج واضربه في الكمية المباعة واحسب رفنيو بتاعي على طول لكن لازم يكون عند حراك Office 365 عشان تستخدم X Lookup عدا ذلك ومش هتراف تعمل الطريقة اللي احنا شرحناها مع بعض حالا لو حراك ما عندكش Office 365 ومحتاج برضو تعمل نفس احنا عملناه باستخدام X Lookup مفيش مشكلة حنواريك ممكن ازاي تعمل كده باستخدام V Lookup انا مجاهز نفس اتا بالضبط هي هي ولكن في الحالة دي مش ممكن اعملها بشكل مباشر محتاج ان انا اعمل اول عمود تحضيري محتاج اروح على جدور البحث اللي فيه قامة الاسعار ده وازود عليه عمود تحضيري لاني مش هقدر اعمل جوين او كونكاتينيت لعمودين مع بعض جوه نفس المعادلة الا في Office 365 لانه بيقدر يتعامل مع الاريز بشكل مختلف وبشكل احسن بكتير انا قولي جاهزت الهيدر بتاع الكولوم ده فممكن اقف هنا واعمل رايت كليك واقول له انهايد فانا عايز هنا عمود يكون فيه البرودكت والكالر مع بعض في نفس السل هعمل كده ازاي؟ عن طريق كونكاتينيت برضو وممكن استخدم الانت زي ما عملنا جوه معادلة X Lookup ولكن هعملها جوه عمود تحضيري او عمود مساعد فهدوس على equal واختار I2 وبعد كده اعمل اند وروح اختار ال color اللي موجود في J2 وادوس على enter وادوس control وساهم التحت هنزلني لحد اخر ال table ساهم شمال هدوس على shift control مع بعض وساهم الفوق وبعد كده control D علشان اعمل copy لغاية تحت خالص هاقف جوه cell E2 وابدأ اكتب equal وبعدين VL او الاختيار VLOOKUP طالما بالازرق لو عملت tab سيكتبوه لك على طول ويفتح لك قوس كمان بعديه ويتعى نمشي على screen tip اول حاجة Lookup Value نفس اللي عملناه بالزبط هاختار B2 اللي فيها product وبعد ايها هعمل and واختار C2 وبعد كده comma عايز مني بقى table array ال table هيبدأ لازم من H وينتهي عند K فهاختار H وادوس على shift وконترول مع بعض وساهم يمين وساهم التحت كده اختار لي range كله من H2 لK21 كاما بعد كده column index هعد من الاول خالص هعد عندي من اول ال H ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة انا محتاجة ارجع على price موجود في ال column الرابع يبقى ال column index هيكون اربعة وبعد كده comma خد بالك ال XLOOKUP بتختلف عن ال VLOOKUP في ال XLOOKUP ال default هو exact match ده عكس تماما اللي موجود في ال VLOOKUP ال default هو approximate match وبالتالي لازم اختار false وعملها double click علشان اقوله انا عايز exact match بعد كده ممكن اقفل القوس وادوس على enter 220 نفس النتيجة بالزبط ادي mountain bikes red 220 كده ممكن اروح اضرب على طول في quantity سوف افتح من جوا formula bar double click وعمل عامة ضرب واختار D2 وادوس على enter ادي كده حضرتك price مضروف في quantity ومدينا على طول ال revenue خد بالك انا هعمل copy المعادلة تحت اللي عملت copy دلوقتي وارجع بص كده double click هنا ايه اللي حصل هتلاقي الرانج بينزل معاك اعمل delete وارجع للمعادلة الموجودة في اول cell واروح على table array اللي هو range h2 لحد وادوس على F4 علشان يثبت ال range او يخليه absolute reference وبعد ذلك ادوس enter كده انا جاهز ممكن اقف هنا وعمل double click عشان ابعتها لغاية الاخر تحت او لو انت بتحب الكيبورد ممكن تختار الكولوم بتاع quantity وادوس على control وساهم التحت عشان نزلك لحد تحت بعد ذلك اعمل ساهم يمين واطلع خطوة لفوق وادوس shift و control واطلع لغاية فوق وادوس على control D اعمل لي copy لغاية الاخر بعد ذلك انزل ساهم التحت ثاني عشان اقف على السطر بتاع total واعمل control equal ده shortcut او الكيبورد shortcut بتاع auto sum وادوس على enter 119 245 نفس total بالزبط اللي كان موجود باستخدام XLOOKUP شوفنا XLOOKUP ممكن اعملها بشكل مباشر مش محتاج اي اعمدة مساعدة وممكن المعادلة كلها في سال واحدة ولكن VLOOKUP مش ممكن اعملها بشكل مباشر لازم ازود عمود وطبعا العمود ده لازم يكون على الشمال وده احد عيوب VLOOKUP قبل كده ان العمود اللي انا بعمل عليه سويرش لازم يكون جهة الشمال عشان كده زودناه ناحية الشمال وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو لو عاكم الفيديو تصمح تعمل لايك واشترك في القناة وسيب لي تعليق هتقينا لينكات لحاجات مهمة هتلاقي لينك لسلسلة من اولها ممكن تفرج عليها في 10 فيديوهات واشترك في القناة واشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته